الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محرومة رب هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وكتبت لنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفع الدرجة في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا ثم أما بعد فمرحب بكم أيها الأحبة في الله أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله وأن يجعل الكلام حجة للقائل والسامع إنه هو البر الواسع روعة يا ابن القيم روعة روعة منك كلامك عن القلوب إنني أريدك أن أنك إذا سمعت قال الإمام ابن القيم أن تصغي وأن تستخرج بركة الكلام وأثره عليك إنني أريد أن أقول شاركوني شاركوني إعداد هذه الحلقات شاركوني أيها الأحبة إعداد هذه الحلقات أرسلوا لي على صفحة خدام الدين عمر أحمد أرسلوا لي روائع ابن القيم لكي أقرأها عليكم ونناقشها معا وأبثها فيكم ولعل الله عز وجل أن يجعلها في صحائف موازينكم يوم القيامة ولكن أقول تذكرون القصة التي توقفنا معها في اللقاء الماضي قصة الرجل الذي كان يتعجب من حزنه الدائم وكآبته الدائمة وعقوق أولاده له مع بره بأولاده قلت له أنت مرء أراد الله بك خيرا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنت مرء أراد الله بك خيرا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة قصة الرجل أنه عاش مغتربا ليجمع المال ويرسل المال لأولاده ولا يراه أولاده بالعشرة أشهر فإذا نزل الأجازة بسرعة يتباهى بما أنفق ويتباهى بالهدايا وتنقض الأجازة ويعود لينقطع عنهم عاما كاملا فيكتب بذلك خائنا لذريته قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه وقال عليه الصلاة والسلام يعقد لكل غادر يوم القيامة على استهي لواء على قدر غدرته علم يرفع على ظهر على مقعدته على قدر غدرته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان يا خائن مكتوب يوم القيامة على علم معلق على ظهرك هذا فلان الذي أعطيته مالا فلم ينفقه في مرضاتي يا خائن يا من أعطاك الله زرية فلم تربيهم حق التربية يكتب على علم هذه غدرة فلان ابن فلان هذا فلان الذي اتمن فخوان فكان سر هذا الرجل أن الدنيا ولجت قلبه تعالوا نتعرف قبل قبل رائعة من رواع ابن القيم تعالوا نتعرف على سر من أسرار ابن القيم وكما وعدتكم في مبتدأ كل حلقة وفي مقدمة كل حلقة سر لماذا كلام ابن القيم بهذه الروعة وهو غير معصوم رحمه الله تعالى ثم نمضي إلى رائعة من روائعه عليه رحمة الله وبركاته من بركات ابن القيم عليه رحمة الله آدابه ابن القيم كان مؤدبا ليس الشأن أن تتعلم ليس الشأن ليس الشأن أن تكون أفقها من فلان أو أعلم من فلان أو حتى أكثر جهدا في الدعوة من فلان وإنما الشأن أن تكون آدب من فلان حضرت مجلسا وأنا عارف أنتم تحبوا الكواليس حضرت مجلسا في كواليس هذا ال 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 الستوديو أسأل الله عن يحفظ على قناة الرحمة عزها وبركتها وأن ينشر لها القبول في الأرض وفي السماء وأن يجعلها منبر توحيد وسنة وإيمان وإخلاص لله جل جلاله حضرت في هذه الكواليس مجلسا مجلسا جمع المشايخ والعلماء الكبار فكان شيخ كبير هو الذي يقدم المشايخ الكبار كل المشايخ كبار فكان الشيخ الكبير يحكي ويقدمهم وهو الذي يتناول أن يجذب الحوار من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ وينقل الحوار من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ فكان يراعي يطغى كلام على كلام ويراعي مقام شيخ ومقام شيخ فينتبه لحسن أدبه أنه بالدقيقة وبالفقرة ينقل الكلمة للشيخ الآخر وينقل الكلمة للشيخ الآخر فلما كان فاصلا من الفواصل قال له شيخ من الشيوخ الكبار أنت تقطع الكلام على الشيخ وتنقل الكلام من الكلام وتطيل أنت الكلام فقال الشيخ الذي يقدم المؤدب وانا أريد قبل أن أقول أن الذي اعترض ونبه الشيخ أصلا تكلم أيضا بأدب عالم وإخلاص جم ويريد أن ينبهه لهذا الأدب فقال الشيخ المؤدب نعم ما ينبغي لمثلي أن يتكلم أصلا هذا هو السر الذي جعلهم أعظم المشايخ والعلماء في الدنيا وليست الحكاية أن الشيخ يعقوب أو الشيخ حسن أو الشيخ الحويني إذا نزلوا بلدا من بلادنا أو قرية من قرانا ينباري الناس وينجفل إليهم الناس ويحيط بهم الناس ليس الشأن في قرانا فقط لا إن الشأن في كل الدنيا في كل الدنيا ليس الشأن في الدول العربية فقط يحكي لك الشيخ يعقوب أنه ذهب إلى ولاية من ولايات أمريكا فوجد إعلانا عن محاضرته من أول الشارع إلى آخره أنت ما بتصليش ليه السرج في الأدب في أدب العلماء لبعضهم يقول شيخ من الكبار من العظماء من مشايخنا الحاليين الذين سميتهم لك لآخر والله لا تدري يا صاحبي ويا رفيق الدرب لا تدري كيف أرد عنك غيبتك إذا ذكرت بحضرتي فرد عليه الشيخ وقال أما أنا فلا أقبل أصلا أن يحكي لعنك كلمة هذا السرج الذي جعلهم هم العظماء وهم الأكابر وأكثر شيء يؤخر حلقات اجتماع المشايخ دوما في الكواليس أنهم يتعاركون لا حضرتك اللي تقدم لا حضرتك اللي تقدم لا أنت اللي هتتكلم لا أنت اللي تتكلم لا يا شيخ نتعالى حضرتك إجلس هنا لا حضرتك اللي تجلس هنا يا شيخ نريد أن نبدأ يا شيخ ضع تعال حط المناديل أمام الشيخ لماذا تضع المناديل أمامي واحد ضع أمام الشيخ أدب مع بعضهم وبعض أكثر شيء يؤخرهم أنهم يقفون على الباب يمتنعون هذا يقول أدخل قبلي وهذا يقول بل أنت تدخل قبلي أما ابن القيم فهذا أبوهم وجدهم وشيخهم وأستاذهم كيف كان شأنه كان مؤدبا جدا مع سائر المزاهب ومع سائر المشايخ حين يقول إنني أعجب جدا من تعليقه حين يشرح المدارج حين يشرح المنازل فيعلق على كلام الإمام الهروي عليه رحمة الله فيقول ويرحم الله أبا إسماعيل والله لقد فتح للزنادقة بابا كفر به والله لقد فتح للزنادقة بابا دخلوا منه إلى الكفر ويرحمه الله وهو من ذلك بريء ويقول هو شيخ الإسلام والحق أحب إلينا منه كان مؤدبا أدبا جما يحكي عنه العلامة الشوكاني عليه رحمة الله قال وله من حسن التصرف مع العزوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين يا يا حين تجد شيخا يشرح كتابا ولا تعجبه كلمة لصاحب الكتاب يقول وقد أخطأ رحمه الله تعالى وجانبه الصواب والحق قل الحق وقل الحق أحب إلينا منه ولكن تأدب معه ألا يذهلك ويدهشك ويبهرك شرح العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله للعقيدة التحوية وإخراجه منها بعض المؤخزات والشيخ الألباني عليه رحمة الله حين يستخرج منها بعض المؤخزات ألا تعجب لماذا إذن لا يكتب الإمام العلامة ابن باز العقيدة البازية ونستريح من هذه الملاحظات لماذا لا يكتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله العقيدة الألبانية ونأخذها بصدر مستريح وننتهي من هذه المؤخزات ولا نقول العقيدة التحوية هي عقيدتنا ومنهجنا وكلها صواب إلا بعض المؤخذات لماذا نقول هذا؟ أدب أدب جم واعتراف لأصحاب الفضل بفضلهم ونوايا سبقت لهم ورزق قسمه الله لهم فتمضي الدنيا تشرح كتبهم وتبين زللهم